أرضي يا سيدي ظلمين وثلاثمائة متر هذه كانت حصة وراثية باعتبار لزوجتي وقسم منها كان لأخوها وأنا شريت الحصة أخوها ما حصتها صارت ظلمين وثلاثمائة يعني هي إلى ستمائة متر وأنا إلي الباقي ولكن أنا مسجل كله باسم زوجتي لأنه أنا وزوجتي باعتبار الحال واحد نفس واحد ففكرنا نعمل باعتبار نوع من الجديد من الأشجار وشغلها زيك اللي واحد عدم نواخذه يعني يستفيد منها فلما عمرنا والحمد لله رب العالمي أجاني بلاغ قبل تقريباً خمس سنوات فثمنتاش عشرة ألفين وثمنتاش والقرار هذا قال لي عسى يعني كان أمر توقيف عن العمل أو أني أثبت ملكيتها والحمد لله طلبت عملت كل الإجراءات اللازمة وقدمناها لدارة التنظيم الإسرائيلية وعطونا عليها موافقة ودفعنا لهم وصل عن طريق بنك القاهرة عمانهم فيه معي نسخة موجودة منه 384 شكل ككف طلب وكرخصة مبدئية عبين ما يتم باقي الإجراءات وقول لهم خمس سنين فش واحد أجانا أو قلنا شو أنتوا بتعملوا في هذه الأرض كل شي تمامية في المية تفجأت قبل تقريبا شهر وشوي من هذا التاريخ يعني تحديدا في 3 خمسة 2023 عندي على البوابة في جايبين لقرار أو تبليغ اختار يعني وملصق على البوابة فلما قريته مش موجود يعني هذا القرار من أملاك الغائبين من أملاك الإدارة المدنية من أملاك المسؤولين عن أملاك الغائبين نطلع منها بموت زين سمج في الماء شكرا للمشاهدة